بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم عزائي المشاهدين وحلقة جديدة من حلقات برنامج ايات الصح السمنة من اكتر المشاكل اللي بتقرقنا كلنا كراجل او ست بيديقنا سواء من ناحية الشكل او من ناحية الصحية طبعا ده بيأثر بالسلب علينا كراجل او ست او حتى الاطفال دلوقتي كمان اغلباتهم مصابين بالسمنة طيب ايه المشاكل الصحية اللي بتقابلها اللي بتأثر علينا ده اللي حنعرفه النهاردة مع دكتور ابراهيم الهادي استشار للاجة الطبيعي والتغذية والسمنة اهلا بحضرك يا دكتور دكتور دلوقتي احنا النهاردة موضوع حلقتنا ان شاء الله السمنة وتأثيرها على اجازة الجسم الداخلية عايزين كده بداية عايزين نعرف ايه تعريف السمنة طبعا ان جسم الانسان الطبيعي بيبقى محتاج كمية معينة سابتة من الدهون فنسبة الدهون دي لما بتزيد عن الطبيعي وتراكم نسبة الدهون عن الطبيعي نسبة الدهون طبعا الطبيعي الجسم الانسان بيحتاجها في تخزين الطاقة بالاضافة ان هي كامتصاص صدمات وكعازل حراري للجسم اما النسبة اللي بتزيد فبتسبب السمنة يعني نقدر نقول ان من احد اسباب السمنة هي زيادة الداخل من الغذاء اه طبعا دي بقى الاسباب طيب انواع السمنة الدكتور هل السمنة ليه انواع؟ اه طبعا اه زي ايه بقى؟ فيه طبعا سمنة الرجال وسمنة النساء سمنة الرجال دي طبعا بتتركز الخلات الدهنية في منطقة البطن عند الرجال مقابل منطقة الخصر دي اللي بتسميها سمنة شكل التفاح يعني يكون شكل الرجل واخد شكل التفاح اما عند النساء فلنسبة السمنة الزيادة تراكم الدهون الخلات الدهنية بتكون متركزة في منطقة الارداف مقابل منطقة الخصر احنا ممكن نفرق بينهم من خلال نسبة بسيطة او معادلة بسيطة ان احنا بنقيس نسبة الخصر مقابل نسبة الارداف عند الرجال او عند النساء فان الطبيعي المفروض يكون النسبة الطبيعية تكون اقل من واحد لو اسمنا نسبة البطن على نسبة الخصر يكون اقل من واحد عند الرجال اما عند النساء فالمفروض انها تكون اقل من تمانية ده بالنسبة للراجل وسيط فيه بقى سمنة الاطفال اه طبعا فيه بقى الأسباب التانية أو الأنواع التانية اللي هي سمنة الأطفال و سمنة الكبار دي بيكون يعني فرق في السبب أو فرق في التكوين عند الكبار بيكون السبب الأساسي أو التكوين الأساسي عند الكبار بيكون زيادة في حجم الخلايا الدهنية هنا عندنا عدد الخلايا الدهنية سابت في جسم الإنسان 30 مليون ده الطبيعي فلو العدد زاد أكتر من كده ده بيكون طبعا زيادة في العدد ده اللي بيحصل عند الأطفال قبل سن البلوغ بتكون الزيادة أو السمنة أسبابها سببها الأساسي زيادة في عدد الخلايا الدهنية أما عند الكبار بيكون زيادة في حجم الخلايا الدهنية طبعا الموضوع العدد ما بيقلش بعد كده يعني زيادة العدد دي بتيجي للتغذية الخطئة ولا ورافية نتيجة التغذية الخطئة العدد الغذية الخطئة العدد بيزيد عن الطبيعة قبل سن البلوغ بيفضل في زيادة في زيادة مع العادات السياف الغذاء اللي غيرت سن البلوغ بعد كده بعد سن البلوغ بيبدأ الزيادة في الحجم يعني احنا عندنا بعد سن البلوغ العدد بيثبت خلاص فطبعا بتكون مشكلة كبيرة بعد كده في علاج السمنة أو في نزول الوزن ان احنا ننزل العدد ده ما بيحصلش طبعا النزول بعد كده في تفريغ الخلايا الدونية من حجمها ان احنا بنقلل الحجم انما العدد ما بينزلش طبعا طيب دكتور طبعا الاشخاص اللي بيعانوا من السمنة أو من زيادة الوزن ده بيأثر على اجهزة الجسم الداخلية يعني مثلا الواحد لما يكون وزنه زيت شوية لما بيجي يتمشى بيحصل له نهجان لما يجي يطلع السلم تلاقي ركبه واجعته ده اللي هو حاسس به لكن اكيد في حاجات طبعا الاجهزة اللي داخلية اكيد بتتأثر هنقول مثلا يعني النهجان ده بالنسبة للقلب صح كده؟ طيب يعني تأثير السمنة على القلب يا دكتور طبعا التركم الخليط دونية الزيادة في الجسم دين بتتطلب الخليط دونية لما بتكون زيادة بتتطلب اكسوجين لبقائها في الحياة فطبعا ده بيكون اجهاد على القلب لان القلب بيبعت لها الدم المحمل بالاكسوجين فكده بالتالي بيستخدم اوئيه دموية بزيادة فده بيعتبر اجهاد لعضلة القلب فبالتالي طبعا بيمكن يسبب فيما بعد قصور في عضلة القلب بالإضافة طبعا أن نتراكم الخلايا الدهنية في الأوعية الدموية أو في الشرايين ده اللي بيسبب فيما بعد صعوبة في تدفق الدم في خلايا الجسم وبالتالي بما يسمى مرض تصلب الشرايين مرض تصلب الشرايين ونسبة الدهون عايزين بقى نعرف نسبة الدهون المرتفعة إزاي نقدر نعرف إن الشخص المصاب بالسمنة ده عنده نسبة دهون مرتفعة لها الكوليسترول نسبة الدهون اللي بقتفعة أوليها الحاجة الثانية اللي احنا ممكن نعرفها اللي هي تحديد نسبة الدهون في الجسم اللي هي دهون الجسم أو دهون السنة تمام؟ ده حضرتك احنا بنعرفها عن طريق الطريقتي الطريقة الأولى اللي هي معامل كتلة الجسم اللي احنا بنقسم الوزن على مربع الطول بالمتر فده بيطلع علينا رقم أو نسبة مقوية النسبة المقوية دي بنقسمها كالقاتي أقل من 20% دي بتكون تندرك تحت النحافة ما بين 20% لـ 25% دي بتكون الوزن الطبيعي الوزن الطبيعي للإنسان للرجل أو المرأة من 20% لـ 25% من 25% لـ 30% أو أقل من 30% ده بيبدأ يدخل في زيادة الوزن مش السمنة لسه ما دخلش كده في السمنة أكتر من 30% اللي هو من 30% لأقل من 35% دي بتكون سمنة ضعيفة فيما بعد من 35% لـ 40% دي سمنة متوسطة أكتر من 40% دي السمنة المفرطة أو السمنة المرضية تمام؟ فيه بعد كده أجهزة قياس قياس نسبة الدهون في الجسم دي اللي هي الأجهزة اللي بيسمها إمبادي دي بتحدد لنا بتطلع لنا نسبة الدهون في الجسم ونسبة المياه ونسبة العضلات ووزنها فدي بتطلع لنا نسبة نسبة دي المفروض في الطبيعي إنها بتختلف عن الرجال عن السيدات فالطبيعي إنها بتكون من 16% ل32% عند النساء عند السيدات والرجال بتكون من 10% إلى 24% عند الرجال طبعاً الرياضيين بقى النسبة بتختلف النسبة بتكون أقل من كده ده بالنسبة للقلب والدهون هل اسمنا لها تأثير على الجهزة تنفسي؟ أه طبعاً طبعاً تركم الخلايا الدهونية ده طبعاً بيسبب صوبة في التنفس خصوصاً أثناء النوم الخلايا الدهونية دي طبعاً بتسبب ضغط على الرئاتين وصوبة في التنفس وصوبة في نقل الأكسوجين من خلال الدم فطبعاً بيكون في صوبة في التنفس نقدر نقر الهوى الشخير اللي بيجي لبعض الناس ده بيبقى نتيج تثنى ده سبب من ضمن الأزباء طيب لو جينا بعد دكتور نزلنا بقى في الجهاز شوية للقولون قولون والماء إيه تأثير السمنة على القولون غير الانتفاخ طبعاً؟ طبعاً دي بتكون مشاكل بقى الانتفاخ والإمساك والإسهال دي نتيجة برضو مشاكل السمنة مشاكل القولون اللي بتكون نتجة أساساً عن السمنة أو في معظم الحالات بتكون سبب من ضمن أسبابها للسمنة التغذية الخطوة اللي هي اللحوم الحمرة واللحوم المصنعة والأغذية المصنعة كل الحاجات دي طبعاً بتقدي فيما بعد التربات في هرمونات الجسم هرمونات دي فيما بعد بالتالي بتسبب الأمراض التهابات القولونة أو القولونة العصرية طيب عايزين حضرتك كده بما إن إحنا نتكلم عن السمنة والقولون يعني تدلنا كده في النص الرشدة الفطار الغداء العشاء إيه أفضل الوجبات اللي نقدر نقولها وأفضل الأوقات تمام هو طبعاً عامل أساسي الوقت أن الوقت طبعاً لما بيكون بادري شوية إحنا كده بنساعد جهاز الحر أنه يبدأ يشتغل يعني فيه ناس كتير بيصحوا العصر بيصحوا المتأخر بيصحوا الكلام ده فطبعاً بيفطروا متأخر ويضغدوا ما فيه غداء ممكن يتعاشوا متأخر قبل النوم فطبعاً ده بيعمل التربات أهم حاجة في الرجيم يعني كلمة رجيم دي معناها نظام نظام في كل حاجة مش نظام أكل بس اللي قدر نظام في الحركة نظام في الأكل نظام في الموعيد نظام في كل حاجة فطبعاً الفطر لازم يكون بدري يفضل يكون مثلاً ما يتأخرش عن ساعة 8-9 الفطر يفضل أنه يكون كامل الصهارات الحرين يعني يكون كامل المكونات الغذائية إزاي يعني يكون في كل المكونات الغذائية خضروات فواكه بروتينات كربوهايدريت كل المكونات الغذائية تكون فيه على سبيل المثال مثلاً طبعاً الكمية بتختلف من شخص لشخص هل هو الشخص ده وزنه طبيعي وزنه قليل وزنه سابت وزنه زايد فطبعاً كمية الصهارات الحريقة احنا بنحددها من خلال وزن الشخص ومن خلال النشاط اللي بيمرسه هل هو نشاطه ضعيف هل هو نشاطه متوسط هل هو نشاطه عالي فبنحدد من خلاله كمية الصهارات الحريقة اللي بياخذها من خلال حسابها من خلال وزنه يعني كل كيلو جرام في وزنه بيحتاج مثلاً عدد معين من الصهارات الحريقة فعلى سبيل المثال مثلاً كوباية اللبن الصبح دي مثلاً أساسية كبروتين تمام؟ بالإضافة أنه لازم ياخد نشويات مصدر نشويات أي مصدر نشويات عشان يدلوه الطاقة خلال اليوم ممكن يبدأ مثلاً لو هو إنسان طبيعي مثلاً من ريف للريفين في اليوم لو وزنه طبيعي بالإضافة طبعاً الراجل والست بتختلف أكيد الكميات ولا بتبقى ولا حسب بردك أنا بقول لحضرتك على حسب بقى النشاط اللي هو بيمرسه حسب نشاط اللي بيمرسه حسب الوزن يعني إحنا بنحسبها من خلال الوزن هل إحنا عايزين ننزل الوزن عايزين نزود الوزن عايزين الوزن يسابت فبنحسب الصورات الحرية على هذا الأساس إنما الفكرة كلها أن يكون الوجبة متكملة العناصر الغذائية يكون فيها كل العناصر الغذائية وممكن نقسم الوجبة في خلال اليوم يعني مش لازم يعني الفطار مثلاً ممكن ناخده ناخد جزء منه وبعد ساعتين مثلاً ناخد جزء تاني فيش مشكلة فالفطار زي ما قلت لحضرتك لازم يكون في كل المصادر الانشويات البروتينات الخضروات الفواكه تمام؟ فلو هنبدأ مثلاً بالغيف ممكن ناخد معه مثلاً اتنين بيضة مسلوعة أو كتاة جبنة ريش أو مثلاً طبق فول صغير يبقى هنا كده جمعنا بين كل العناصر الغذائية طبعاً برضو فيه مثلاً السكر السكر ده لو الشخص عايز ينزل وزنه يبقى لازم نقلب نسبة السكر نسبة السكر دي من ضمن العامل الكبيرة جداً في زيادة الوزن دي الحاجة الأساسية بنسبة برضو لوجبة الغذع ممكن ناخد فيها طبع صلطة يكون كبير أو الخضار الخضار طبعاً بنبعد عن المسبك يعني بنخلينا في الحاجات اللي هي نايف نايف أو مسلوء أو البخار لو الشخص عايز ينزل وزنه بنبعد عن الخضروات اللي هي غنية بالنشويات زي البطاطس رولاس تمام بناخد معها برضو مصدر نشويات ممكن رز أو مكارونا أو عيش ومصدر بروتين عندنا مصادر البروتين اللي هي العادية لو برضو الشخص عايز ينزل وزنه ببعد عن الطيور الدسمة أو الحوم الدسمة زي اللحمة الضاني مثلاً والبط والحمام والوز لو هي وبيتجها بقى لللحمة العادية اللي هي اللحمة الحامرة والفراخ الأرانب بيض المسلوء السمك المشوي طبعاً كل الأكلنات بيكون من البروتينت بيكون مسلوء أو مشوي تمام بالإضافة طبعاً للفواكه الفواكه يعني يفضل أنه ما يجمعهش مع الوجبة نفسها ناكلها بعدها بقى دقائم بعدها بساعتين تمام العاشة طبعاً ده بيكون أقل الوجبات أهمية لأنه عندنا احنا فيه مثل بيقول إيه كل فطارك لوحدك واسم عدك عدك مع صديقك وودي عشاك لعدوك يعني أهم وجبة هي الوجبة إيه وجبة الفطار بعد كده في الأهمية للغدا بعد كده العاشة العاشة ممكن يكون كوب زبادي أو كوب لبن خلي الدسم ولا عايزي ممكن يشيل حتى برضو برضو الموضوع برضو هتوقف على هل هو بيزود وزنه ولا بيحافظ عليه؟ أه تمام في دلوقتي عندنا فيه لبن خلي اللاكتوز حاجة جديدة لبن خلي اللاكتوز برضو غير لبن خلي الدسم طيب لو لو الواحد جيع بين الوجبتين يقول خضروات خضروات التضيب الخص والخيار لكن ما كلش مثلا فكهة؟ أو الله هي الفواكه برضو هتزود السعرات الحالة لو هو عايز يخس إنما لو هو وزنه ثابت أو بيزود وزنه ما فيش مشكلة مرض السكر دكتور انتشر أول فترة الفاتف دي وخصوصا حتى كمان بين الأطفال هل تسمنا لها علاقة بمرض السكر؟ طبعا احنا عندنا الخلايا الدهنية عليها مستقبلات إنسولين مستقبلات الإنسولين دي سابتة مستقبلات الإنسولين دي وظيفتها أنها بتحرق جلوكوز فالخلايا الدهنية لما حجمها بيكبر طبعا المستقبلات دي جهدها بيزيد أو مجهودها بيزيد أو شغلها بيزيد فما بتضطر كده أن هي مش ملاحق أن هي تحرق الجلوكوز اللي موجودة في جسم الإنسان فبالتالي بيحصل تراكم للجلوكوز داخل جسم الإنسان وبالتالي بيرفع نسبة السكر في الدم ده سبب أو ده تفسير لللي بيحصل بالإضافة طبعا أن أكل النشويات والدهون والسكريات بنسب عالية ده بيتطلب طبعا إفراز نسبة الإنسولين بنسب عالية وده من ضمن الحاجات اللي بتسبب إجهاد للمينكرياس طبعا إجهاد للمينكرياس برضو بيسبب فيما بعد قصور في إفراز الإنسولين طيب نيجي بقى للجهاز الحركي يعني أغلبيتنا بيحس كده زي ما يكون منبه كده أو إشارة لي لما بتدي يزيد في الوزن الحركة بتاعته بتقل يعني يجي يمشي حس بنهجان يطلع السلم يحس رجليه وجعاء أو ركبه عايزين نعرف السمنة تأثيرها إيه على الجهاز الحركي طبعا السمنة بتقلل الحركة طبعا الوزن طبعا ده كله ضغط على الجسم يعني الجسم الإنسان لما يكون وزنه الطبيعي سبعين وهو مثلا مية وعشرين يبقى كده أكده أكده ماشي وشايل ثلاثين كيلو زيادة معي تمام فطبعا ده بتسبب صوبة في الحركة أو قلة الحركة بالإضافة أنها بتسبب طبعا هشاشة في العزام الأسباب باللي بتسببها للجهاز العضلي أو المفاصل الجسم لو بدأناها من فوق لتحت خدنا مثلا جزء الفقرات القطنية هستأذنك معلش دكتور اقطع كلمك معنا تليفون معنا اتصال محمود ساز محمود اتفضل أم محمود أعفوان أم محمود اتفضلي حضرتك أهلا بيك أم محمود ممكن حضرتك بس توطي التلفزيون تسمعينا من التليفون أم محمود اتفضلي يعني مع المشعار أنا عايزة فت وعندي يعني أكثر فتمن عندي فمشعار فم عملت يعني تربت كل محمود بس مشعار فأخفز وارجعها في الثاني ويعني لما فيها إذا بعمل الجين بجاني ماذا يعني بحث الزغلة أو طوحها ويعني إمكانيات اتراحها هي أم محمود عندها سمنة في البطن والأرض وجربت حاجات كثيرة عشان تخس وبتخس بس كل ما بتخس بترجع تاني بشورك يا أم محمود الدكتور حيرد عليك طبعا هي أم محمود ممكن يكون طبعا هي لازم الالتزام فترات طويلة يعني نلتزم بالرجيم لغاية لما نوصل الوزنة الطبيعية لأن معظم الناس للأسف الشديد ما بتكملش للنهاية ما بتوصلش لمرحلة الانية تثبت وزنها أو تزود أكلها فيما بعد تدريجي تمام؟ بالنسبة للأنا سمتها بتقول زغلالة أو ضوخة أو الكلام ده طبعا دي لها عامل كتير يعني المفروض هي أي حال بيكون متابع مع الدكتور مش من نفسه عشان يعرف الأسباب أو المشاكل الصحية اللي عنده إيه بيطلب منه تحاليل مثلا صورة الدم ممكن يكون عنده نسبة الهمجلوبين منخفضة حديد في الدم منخفض ممكن يكون فيتامين ديمون خفض فيها أسباب كتير المفروض أن احنا بنعرفها الأول قبل ما نبدأ أو ناخد الخطوات دي تمام؟ وعلى أساس وبيحط له النظام الغذائي بتاعه طبعا يعني في عامل كتير بتتحكم في الموضوع يعني نسبة الزنكة نسبة الزنكة وليلة نسبة الكلسام وليلة الحاجات دي كلها لازم أكون أنا عارفها عشان أشتغل صح فيما بعد طبعا أنا يعني بنصح نية في الاستمرارية لازم يكون الحاجتين متوافقين مع بعض يعني ما يكونش حاجة واحدة مش تنظيم أكل بس لأ لازم تنظيم أكل وتنظيم حركة يعني بتعيالي أصعب منطقتين اللي هم ومحمود بتشتكي منها اللي هي سمنة البطن وسمنة الأرداف دي يمكن يعني ناس كتيرة بتعاني منها طبعا إحنا لما في العيادات أو في شغلنا إحنا بنشتغل بنبدأ الأول بنظام الغذائي مع الحركة أو مع الرياضة الموجودين اللي بنعمله بعد كده الوزن بينزل لنسبة معينة لو ازدهر بعد كده أي دفوهات أو أي مناطق في جسم الإنسان ما بتنزلش بسهولة نضطر أن احنا بعد كده نتدخل بالوسائل الأخرى اللي هي الأجهزة بقى اللي إحنا اللي ما عندها إن شاء الله معانا ميادة عليكم السعام ورحمة الله اتفضلي معاك الدكتور اتفضلي يا دكتور أنا بأتكلم عن ناس في الأول وبعدين عمولي وانت بقى لي ستو شهور جسمي وزن ستين كيلو بص بطني اللي كتيرة شوية بحاول لنزلها لما باجي أحاول لأقامش على رجيم معين جسمي كله فينزل أنا مش عايز أقفز شكرا يا ميادة الدكتور هيرد عليك ليك سؤال داني؟ شكرا طبعا هي ستين كيلو يعني أنا نسيت أسألة طبعا على طولها كام ستين كيلو مش كتير يعني يعني حتى لو زيادة هتبقى زيادة بسيطة فهي الكم كيلو دول لو نزلتهم مثلا في حدود خمسة كيلو أو أربعة كيلو بالكتير طبعا موضوع البطن بعد فترة الحمل وبعد الولادة طبعا بيحصل في ضعف في عضلات البطن تراهلات في الجلد أو إطالة في حجم الجلد دي الحاجة الأساسية بالنسبة لها الرياضة الرياضة وخصوصا تمارينات البطن الجاء قد innocent п Kommunen وقد لها الحضر لتكفي نوع معين مثلا زي الماشي أو أجد vedere اق consultant حبل و trusting مكان وتمرينات البطن مهمة جدا تمرينات البطن احنا Meredith إذا ممكن نكون بنعمل تمرين البطن بنيهتم بجزء معين من عضلات البطن وبنيسين بالباقي يعني عضلات البطن عندنا عضلات البطن العليا و عضلات البطن السفل و عضلات البطن العرضية احنا لما بنعمل التمرين مثلا ممكن تلاقي معظم الناس بتهتم بعضلات البطن العليا على حساب الباقي لا احنا لازم نعرف التمرين كلها صح كاملة بنطلع برأسنا مثلا وكتفنا دي تمرين البطن العليا شد رجلين علينا دي تمرين البطن السفلة بنمشي مثلا بنجي مثلا ناحية اليمين وإحنا طالعين أو ناحية الشمال دي العرضية فلازم كل العضلات دي تعملها التمرين عشان البطن تتشد صح ويحصل اللي احنا عايزين إن شاء الله والكرش يختفي طيب احنا تكلمنا عن العزام ولا لست حضرك في كلام تاني هتقول بالنسبة عن السفلة اه طبعا لست منطقة الفقرات القطنية منطقة الفقرات القطنية طبعا دي المنطقة اللي أصاد الكرش على طول تمام فالكرش بتاع الشخص لما بيكون موجود طبعا الإنسان بيعمل حركة تعوضية بيميل لورا عشان يحفظ توازن جسمه فبالتالي بيزود انقباض العضلات بتاعة العمود الفقري او العضلات الفقرات القطنية وبالتالي بيزود الضغط اللي نازل على الغضروف اللي بين الفقرات القطنية الضغط لما بيزيد ده بيكون السبب الأساسي اللي بدخلنا في المشاكل فيما بعد طبعا تقلص في عضلات العمود الفقري طبعا انزلق في الغضروف طبعا خشنا في فقرات القطنية فيما بعد طبعا الموضوع ممكن يتطور مع زيادة الضغط على الفقرات أو الغضروف بين الفقرات القطنية ده فيما بعد بيسبب مشاكل في الرجلين في السقين اما تنميل او قلة حركة او ضعفة حركة في السقين فيما بعد تمام دي حاجة عندنا بقى مفصل الحوض ومفصل الركبة من مع الضغط او مع ضغط الوزن بتاع الانسان على المفصلين دول المفصل ده بيكون عبارة عن ايه المفصل مكونات غضروف داخلي او مفصل الركبة غضروف داخلي وفيه جزئين العزميين اللي هما العلو والسفلي دول بيكون شكلهم أملس مع زيادة الضغط الغضروف بيحصلوا تآكل فالتآكل طبعا بيتحول الشكل الأملس إلى شكل خشن وده اللي بنسمها خشونة المفصل بالاضافة فيما بعد بيحدث نتوء عزمي في المفصل مما بسبب الألم فيما بعد ننزل فيما بعد المفصل القدمين مفصلين القدمين مع الضغط الزائد برضو على مفصلين القدمين بيحدث ضعف في الأربطة أربطة القدمين وممكن فيما يسبب طفلطح للقدمين ويسبب الألم برضو الشديد هل السمنة لها أعراض جلدية؟ يعني مثلا بتسبب بعض الأمراض الجلدية زي السلوليت مثلا؟ هذا من ضمن الأسباب؟ الأسباب الجلدية والتجميلية اللي بتحدث أو المشاكل الجلدية والتجميلية عندنا لستريتش ماركة وليا تفتحات الجلد طبعا نتيجة النزول والزيادة الوزن أو زيادة الوزن السريع لما بيحصل كده تفتحات الجلد في طبقات معينة من الجلد بتتقطع تمام؟ وبيبقى التقامها صعبة شوي فبيحصل نتيجتها دلوقتي تفتحات الجلد هو الستريتش ماركة اللي احنا ايه نقول عليها دي بتظهر غالبا في منطقة الفخزين الأرداف البطل دي المناطق الشيعة اللي يظهرها طبعا بالإضافة للسلوليت السلوليت ده بيكون ايه؟ التراب في شكل الخلايا الدوانية خلايا الدوانية المفروض شكلها مستوية لأ دي بتبقى كلاكية كده بتاخد شكل إشرة البرطانة الخشنة بتلاقيها برضو بتظهر دايما في منطقة الفخزين والأرداف طبعا دي بيكون لها عدة أسباب برضو دي كحاجة موضعية اللي هي السلوليت بتكون سبا طبعا قلة الحركة قلة الرياضة الملابس الدايقة قلة شرب المياه دول اللي اعتبروا الأسباب الرئيسية في الظهور السلوليت في ايه أمراض جلدية تانية؟ هم دول أكتر حاجة شيعية أحيانا دكتور في بعض الناس اللي ببقى عندهم سمنة مفرطة شوية بيبقى فيه تغير في لون الجلد وبعض ماهما بيبقى دايكن مسبوط كده أه ده برضو من ضمن الأمر طيب عايزين نتكلم على برضو الظهيرة دلوقتي اللي هي سمنة الأطفال أطفال كثيرة دلوقتي عندهم سمنة وبالتالي أطفال كثيرة برضو عندهم سكر فعايزين نتكلم عن ظهيرة سمنة الأطفال طبعاً الزهرة دي بتظهر مشاكلها من الصغر من اهتمام الأم طبعاً بأن الطفل يأكل واجبات طبعاً الخطيئة أو الحاجات المصنعة بالإضافة طبعاً بعض الأمهات بيتموش بكميات المعينة أو الكميات الصحيحة لغذاء الطفل دي طبعاً مهمة جداً فأحنا طبعاً بننصح كل أم أنها تبقى عن الأكلات المصنعة الحاجات الشيبسي والكراتي والحاجات اللي احنا كلنا عارفينها دي طبعاً دي مشاكلها كتير جداً يعني دي أقل مشاكلها هي السمنة يعني السمنة دي تعتبر بداية الأمراض زي ما احنا طبعاً اتكلمنا في الحلقة ووضحنا دي تعتبر بداية الأمراض يعني مشاكلها فيما بعد ما بالنا بالأطفال يعني قلة الحركة وأمراض السكر في السنة الصغيرة وقدر الله مشاكل القلب لوعية دموية الحاجات دي طبعاً هما بيكونوا معرضين لكل المشاكل والمخاطر دي وبالتالي ده بيأثر طبعاً على حالتهم النفسية أكيد طبعاً طيب عايزين بقى دكتور نعرف إيه العلاج يعني إزاي نقدر نعالج أو ناخد احتياطاتنا إن محدش فينا يصاب بمرض السمنة أنا بسميه مرض مرض طبعاً هو طبعاً مرض هو أساس كل الأمراض فيعتبر مرض يعني تتدي مثلاً بالتغذية أو طبعاً التغذية دي أهم حاجة نحن طبعاً لازم نكون عارفين إن الأغذية المسببة للسمنة هي الأغذية العالية للصورات الحرية لازم نبعد عنها أول شيء طبعاً لازم نبعد عن الحاجات المصنعة الأكلات المصنعة كلها دي طبعاً سبب كل الكوارث وسبب هو هي أعلى حاجة في الصورات الحرية أعلى الأغذية في الصورات الحرية بنهتم طبعاً هو الأغذية التانية بقى اللي هي النشويات الدهون السكريات دي تعتبر أعلى حاجات في الصورات الحرية مشروبات الغذية أو المشروبات الغذية كلها تعتبر طبع الحاجات المصمعة طبعا النشويات بنقلل منها بقدر الإمكان القمح الأبيض برضو نعم كله طبعا النشويات طبعا النشويات بنقلل منها ما بنمنعش حاجة خلص ما بنمنعش السكر ما بنمنعش الدهون ما بنمنعش النشويات بس بنقلل وبناخد كل حاجة بحدود في بعض الأنظمة الغذائية دلوقتي يا دكتور بتعتمد أن هي تلغي خالص النشويات تعتمد على الدهون بس زي اللي هو دلوقتي اللي هو دايت كيتو كيتو دايت طبعا الأنواع دي طبعا أنا ما بفضلهاش لأنها بتحرم جسم الإنسان من كل العناصر الغذائية أو بتحدد له هي بتعتمد طبعا الكيتو دايت بيعتمد على الدهون كمصدر للطاقة هنا يعني الأساس اللي ربنا خلانا به إن النشويات طبعا مصدر للطاقة أساسي فهي بتعتمد على الدهون كمصدر للطاقة على حساب طبعا النشويات فأحنا أفضل حاجة إن احنا بنعتمد على النظام الصعرات الحرارية دا اللي هو النظام العادي بتاعنا اللي بيكون منظم في كل العناصر الغذائية نشويات بروتينات فواكه خضروات كل العناصر الغذائية بناخدها إن الشويات زي ما قلنا بنحاول بقدر الإمكان ناخدها بحدود الدهون برضو بحدود والسكر بحدود بنهتم بالبروتين شوية البروتين سواء حيواني أو نباتي فيش أي مشكلة الخضروات لابد منها ما نمنعهاش خالص الخضروات فيه ناس طبعا يقولك احنا ما بنحبش ناكل الصلاطة ما بنحبش الخضار دا طبعا مشكلة كبيرة جدا يعني دي حاجة أساسية من ضمن الوجبة طبعا الفواكه نهتم بالباكل الفواكه طبعا فيه فواكه طبعا إيه؟ يعني بنقلل منها مع الأشخاص اللي هم عايزين وزنهم ينزلوا شوية زي مثلا العنب والبلح والمنجا والموز والتين بنسبة الفواكه التانية عادي مسموح بها ما فيش أي مشكلة طبعا شرب المية يعني فيه ناس كتير جدا نقولك احنا ما بنحبش نشرب مية إيه السبب مش عارف يعني ليه ما بتحبش تشرب مية مش عارف طبعا شرب المية دا حاجة أساسية جدا على الأقل مثلا كل ساعة كبات مية دا على الأقل يعني الجسم الإنسان دلوقتي لما يحرق الدهون الدهون دا هتنزل ازاي؟ ما الدهون دي بتتصرف عن طريق البول أو البراز أو العرق طيب انت ما بتاخدش مية هتروح فين؟ يعني تقريبا كم كباية المفروض هو المفروض ما يقلش عن 5 لتري يومين هو ما يقلش عن 5 لتري يومين طبعا بالإضافة قبل كل وجبة كبايتين مية دول برضو أساسيين لأنهم بيقللوا طبعا في انتصاص الأكل فدول برضو أساسيين كبايتين مية قبل كل وجبة هو فيه فرق فعلا بالنسبة للأمح فيه اللي هو العيش الأبيض والعيش الأصمر فيه فرق فعلا بينهم؟ آه طبعا الديق الأبيض من ضمن الحاجات اللي بتعطل الحرق شوية يعني بتعطل حرقنا شوية وسهرات الحرية بتكون أعلى وبالتالي طبعا تخزينها في الكسم على شكل دهون بيكون أعلى شوية إنما طبعا الأصمر بيكون أقل طيب ده بالنسبة للتغذية عايزين بقى حضرتك إيه رأيك في العشاب؟ آه طبعا في بعض العشاب من الحاجات اللي هي بتساعد زي القرفة والجنزبيل والشايلة أخضر شايلة أخضرت طبعا معطبر من ضمن الحاجات اللي هي مضاد الأكسادة مضاد الأكسادة زي من الحاجات المهمة جدا لينا بتساعد في النشاط الأيضي بتاع الخلية أو نشاط الأنسجة الدهنية وبالتالي بتتزود أو بتحفز حرق الدهون طبعا دي حاجات مهمة جدا برضو القرفة والجنزبيل من ضمن الحاجات اللي هي غانية بالألياف بتزود نسبة الحديد والكلسام في الجسم فالحاجات بيكون لها مهمة طب وبالنسبة للناس فيه ناس بعض الناس معداتهم حساسة شوية برضو يقدروا يأخذوا الجنزبيل والقرفة؟ والله يعني هي لو يعني احنا دايما بنقول للشخص يعني ما تسبقش الأحداث يعني جرب الأول وبعد كده أحكم لو هي تعابته خلاص مفيش مشكلة في بداية الكتنية كتير أفضل وقت بقى يأخذ المشروبات دي أمت يا دكتور؟ قبل الواجبة ولا بعد الواجبة؟ هي ممكن في أي وقت عادي بس طبعا لو أخذها في الفطار بقى تبدأ تشتغل معها طول اليوم يكون أفضل طيب عايزين بقى كمان نتكلم إيرا على الأدوية في بعض الأدوية طبعا بيقول طبعا الحاجات دي طبعا أنا يعني ما بنصحش بها بتاتا الحاجات اللي طبعا مجولة المصدر هو غير مصرحة بها من وزارة الصحة طبعا من الحاجات اللي هي بتسبب مشاكل صحية كبيرة جدا فيها مواد كتير طبعا بتكون جام برا مجولة المصدر بيكون فيها مواد منعت من السوق وبالها فترة كبيرة بتشغل على المخ وفي حاجاتين بتشغل على الوضع الدرقية هي بتخسس بس للأسف بتضر فيما بعد حتى بناء عليها تحذيرات كتير أو المرضى القلب والضغط طبعا أنا لسا أقول لحضرتك أن هي من ضمن أقل مشاكلها أمراض القلب والأوعية الدموية طبعا بالإضافة لمشاكل الكبد ومشاكل الكليتين فطبعا دي ما نصحش بها بتاتا إنما الحاجات التانية بقى اللي بتشتغل على الغذاء نفسه اللي احنا بناخده دي ما فيش فيها أي مشكلة ما اللي هي العشاب الطبيعية؟ العشاب الطبيعية أو الأدوية الطبيعية اللي مصرحة فيها من وزارة الصحة طيب في دلوقتي كتير في المراكز ظهرت أجهزة عشان السمنة الموضعية فإيه رأي حضرتك في الأجهزة برضو؟ طبعا الأجهزة دي لها دور لها دور كبير هي طبعا الأجهزة ما تلغيش دور النظام الغذائي أو الحركة والرياضة اللي احنا قلنا عليه يعني بقول لتنين مع بعض آه طبعا دي النظام الغذائي والرياضة دي حاجة أساسية الأجهزة دورها أن هي بتشتغل على الشكل العام يعني باختصار كده بتعمل ريشيب ريشيب اللي هي بترجع الشكل اللي احنا عايزين وبتوصلنا للشكل اللي احنا عايزين الأجهزة دي دورها طبعا أن هي بتقلل حجم الخلايا الدهنية في المنطقة بتحسن شكل الشخص أو الحجم اللي احنا عايزين نوصل اللي هي النسبة اللي هي سائلين عليها دلوقتي عند السيدات أقل من 8 من 10 وعند الرجال أقل من 1 تمام الأجهزة دي أمثلة هي أجهزة الليزر أجهزة الكافيتيشن أجهزة الكرايو كل الحاجات دي طبعا من الأجهزة اللي هي بتقوم بالوظيفة اللي احنا قلناها دلوقتي يعني نقدر نستخدمها مع الدايت أو ده أساسي أو الناس اللي بيبقى فيه جزء منها بتشتكي منه زي البطن أو الأرضات ده بقى لو شخص مثلا أو أي حد وزنه طبيعي وعنده مشكلة في منطقة ما مثلا فيها بعض التجمعات الدهنية دي ما فيش فيها مشكلة يستعمل الأجهزة عادي مع شوية رياضة لكن هي عمتا ما بتخصص يعني ما نقدرش ناخدها كبديل عن الدايت أو التغذية أو الرياضة ما بتخصص يا بتخصص لا يعني كجسم كله يعني ما حدش يقدر يستخدمها لو عنده مثلا سمنا مضايف بطنه ما يقدرش ياخد يعني استعمل الأجهزة بس أنا دايما بقولها للمرضى أنهنا الاثنين بنساعد بعض يعني أنا بشتغل أنت بتشتغل مثلا بنظام الغذائي والرياضة المريض وأنا بشتغل بالأجهزة إحنا الاثنين بنحفر حفرة مع بعض ما ينفعش أكون أنا مثلا بحفر بالأجهزة وهو مثلا بيضيع الحفرة طيب نيجي بقى نتكلم عن الرياضة إيه أفضل رياضة وأسهل رياضة أي حد طبعا مش كل واحد فينا يقدر يجيب أجهزة في البيت ومش أي حد يقدر طبعا يروح للجم مع ببساطة جديدة جدا الرياضة طبعا بداية لازم الرياضة ما تقلش عن تلت ساعة يوميا تلت ساعة ماشي تلت ساعة يوميا لأن احنا من أول ما بنبدأ من زيرو لعشرين دقيقة لغاية عشرين دقيقة ما فيش أي حاجة بعد العشرين دقيقة بيبدأ الحرق يشتغل تمام فالمفروض أن الرياضة ما تقلش عن عشرين دقيقة متواصلة ما تقلش يعني كل ما هيزود عن عشرين دقيقة بعدها مصلحة لي تمام دي الحاجة الحاجة الثانية سرعة الرياضة نفسها السرعة يعني هل هو بيعمل رياضة ايه؟ ممكن يكون ماشي فسح ماشي فسح ولا هينزل وزن ولا هيعمل أي حاجة تمام الماشي لازم يكون ماشي سريع أو لو قدر أنه هو يجري في تراك أو في أي مكان مفتوح يكون أفضل التكرار التكرار ما يقلش خمس مرات أسبوعيا يعني ما يجيش مثلا يعمل يوم ويرايح بيت الأسبوع أو يومين ويرايح بيت الأسبوع كده ملهاش أي فايدة تمام طبعا الرياضة تكون جري نط حبل جري في المكان سباحة كل الحاجات دي طبعا ايه؟ ركوب دراجة كل الحاجات دي طبعا هي اللي تساعد جدا في عملية الحركة طيب عايزين بقى نصيحة من حضرتك للستات اللي ما بتشتغلش وقاعدة في البيت يعني ازاي تقدر هي الستة في ايه ده كل حاجة هي اللي بتطبخ وهي اللي بتراعي أهلها في موضوع الأكل ده تمام فعايزين نصيحة منها كشتة من حضرتك بقى ازاي تحافظ عليهم؟ طبعا زي ما احنا قلنا السكريات دي يعني نقللها بقدر الإمكان لو قدرنا ان احنا نمنحها السكريات مالهاش اي يعني يفويدها قليلة جدا بالنسبة للجسم واضرارها اكتر يعني السكر في الدراسات الاخيرة انه هو من اكتر مساببات امراض القلب والاوعية الدموية السكر هو كذا امراض السرطان فالسكر ده لو قللناه ما فيش اي مشكلة بالنسبة لنا مش يحصل لنا اي حاجة هل ممكن يستعيد عنه بحاجة تانية مثلا زي العسل الابيض؟ ممكن العسل الابيض تمام الحاجة التانية طبعا شرب المية الاهتمام بغذاء الأطفال الأطفال في البيت طبعا منع الأغازية المحفوظة والحاجات المعلبات او الكلام ده طبعا دي سبب كوارس نجي بقى للأكل السحي نبعد طبعا عن الأكلات المسبكة لو هي عايزة وزنها ينزل بقى تقلل من النشويات وتقلل من الدهون شرب المية بكميات كبيرة طبعا ممارسة الرياضة دي مهمة جدا قعدت البيت على طول دي طبعا هتزود الوزن وهتعمل مشاكل تانية هل إحنا السائلينها كلها السمنة دي تعتبر بداية الأمراض فإحنا يعني بيدينا أن إحنا نحمي نفسنا وما نوصلش نفسنا لللي إحنا بنوصله يعني أقلهم إحنا قلناه في مشاكل تانية كتير جدا بالنسبة بقى للمرأة الحاملة لو المرأة يعني حاسة أنها وزنها زائد وهي حاملة هلين فعناها تعمل ضايت ولا بيفضل بعد الولادة والله يعني يفضل أنها تحافظ على وزنها يعني فترة الولادة طبعا هي دلوقتي بتاكل لنفسها والجنين فبتهتم بأغذية معينة يعني هي الفكرة لو بدأت من بداية الحملة خالص إحنا بنحاول بقدر الإمكان أن نحن نحافظ لها على وزنها مش ننزل لها وزنها لأن عشان ننزل الوزن فترة الحملة دي طبعا بيكون فيها مخاطرة للجنين فإحنا بنحاول بقدر الإمكان مع الحاجات طبعا التانية المغزية أو الأدوية اللي بتاخدها مع الطبيب المتابع للحالة بنحاول بقدر الإمكان أن ننسبت الوزن يعني ما نوصلهاش أن هي تزيد بأي زيادة في فترة الحملة لأن في ناس ممكن يطلعوا من الحملة دول زي دين 30-40 كيلو فضي طبعا دي بتكون مشكلة كبيرة وتقصير منها هي نفسها فهي طبعا لازم تكون عارفة النقطة دي ولازم تحافظ على نفسها وبالنسبة لفترة ما بعد الولادة ما بعد الولادة دي الموضوع سهري جدا لو هي بتردع متى مربع إحنا بنده بعض الغذاء كده أو بعض المشروبات بحيث أن احنا ما نقصرش على اللبن زي الحلبة والشمر والنعناه البلدي وشربة العتس هي مش الحلبة بالتخم ولا لو هي تعمل بمضبوط لا بالتخم الحاجات دي طبعا حاجات أساسية دي بتحافظ لها على اللبن والرضاعة إن شاء الله في أغلب الأحيان يعني ما بحصلش أي تأثر ولا أي حاجة وبعد كده بتمشي على نظام غذائي عادي جدا وبتنزل وزنها وما فيش أي مشكلة إم تبقى يا دكتور وبعد الولادة تقدر أن هي تتبع رياضة وتبتدي تحافظ على وزنها وتعمل دايت ما على حسب بقى الولادة لو هي والدة طبيعية ممكن تبدأ على طول لو هي والدة قيصاري ممكن بعد ثلاث شهور تبدأ عادي الرياضة بتاعتها وتبدأ النظام الغذائي بتاعتها عادي وما فيش أي مشكلة وطبعا كل المشاكل اللي حصلت بسبب الولادة أو الفترة الحمل كلها بتختفي بقى فيما بعدي طيب عايزين بقى نصيحة من حضرتك اللي أعزائنا مجاهدين في نهاية الحلقة طبعا النصيحة طبعا الاهتمام بالحكتين لازم يكون في معادلة ما بين الحركة ونظام الأكل اللي احنا بنكله ما ينفعش ناكل قليل وما ينفعش ناكل كتير لازم يكون في معادلة في كميات الأكل لازم يكون في معادلة في كميات الحركة بتاعتنا ما ينفعش عادة البيت خالص لازم يكون في معادلة ما بين الغذاء والحركة لازم يكون الغذاء بتاعنا كامل العناصر الغذائية ما نهملش شرب المياه نهائي لازم شرب المياه ده مهم جدا نهتم بكل نهتم بأكل الخضروات والفواكه ما نهملش أي عنصر غزائي خالص ما نهملهوش نبعد خالص عن الأدواء اللي احنا لسه آلين مشاكلها طبعا وأضرارها للجسيمة ومشاكلها اللي بتحصل فده حاجة مهمة جدا طبعا في نهاية الحلقة بحب أشكر دفنا النهاردة دكتور إبراهيم الهادي استشاري للاجة الطبيعة والتغذية والسمنة والمحافة أشكر حضرتك يا دكتور أعزائي مشاهدين أشكركم لحسن المتابعة وإلى اللقاء في حلقة جديدة بإسم الله